ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن وفق تحالف ووبيك بلس على أكبر خفض للإنتاج منذ عام 2022 ساعات بعد الاتفاق لقيت الأسعار دعما من تحضيرات موسكو بأنها لن تبيع النفط الخام إلى أي دولة تتبنى فكرة فرض سقف على سعر الخام الروسية حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% ليبلغ 88.25 سنة للبرميلة في بورسة نيويورك ارتفع خام برانت تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% ليبلغ 93.87 سنة للبرميلة ترجمة نانسي قنقر